السلطات الصحية الأوروبية ومن خلال وكالة الأدويات الأوروبية تقر استخدام لقاح فايزر بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المسجد للأطفال البالغة أعمارهم 12 عاماً أو أكثر. القرار يمثل خطوة مهمة في مكافحة الوباء، فكما كان متوقعاً وافقت لجنة الأدوية التابعة لوكالة الأدويات الأوروبية على استخدام لقاح فايزر بايونتيك للأطفال واليافعين الذين تبلغ أعمارهم بين 12 عاماً و15 عاماً. ويأتي قرار وكالة الأدوية الأوروبية بعد إعلان الولايات المتحدة قراراً مماثلاً في وقت سابق من هذا الشهر، قرار يسمح باستخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال.